ولأن كل المشاريع والخطط الحكومية مرتبطة جثريا بتوفير الموارد المالية ضمن أبواب الموازنة الاتحادية فإن البرلمان منشغل جدا بترتيب أبواب صرفيها مع انتهاء مهلة إدارة الدولة لتمريرها في السابع عشر من الشهر الجاري ورجح عضو في الرجنة المالية النيابية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة المالية يوم السبت المقبل وأشار إلى أن عجز الموازنة الحالية هو الأكبر بتاريخ موازنة البلاد حيث تجاوز الأربعة وستين ترليون دينار ولن يتأثر بتغيير أبواب الصرف كما قاله في إشارة إلى عدم القدرة على التحكم بسعر النفط المقترح